استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقرير المتابعة الثاني للخطط التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني حتى منتصف مارس الجاري وفي هذا الإطار أكد مدبولي أن هذه المنصة الوطنية تلقى ثماما بالغا من جانب الرئيس السيسي في ظل توجهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات مشيرا إلى أن حرصه على المتابعة دائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني وأضاف رئيس الوزراء أنه في إطار آلياته متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فقد تم تفعيل مجموعة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن مجلس الوزراء ومسؤولي الحوار الوطني وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني في محاوره المختلفة مؤكدا أنه سيتابع عمل اللجنة وسيلتقي بهم قريبا اشتركوا في القناة